أسكرة أجبرها الفقر والجوء على البحث عن نوع من أوراق الشجر الذي يعرف بالحلص في المساحات القريبة من قريتها الواقعة في مدرية أسلم بمحافظة حجة شمالي اليمن من أجل بقائها وأفراد أسرتها على قيد الحياة الوضع في أسلم وصفه عاملون في المجال الإنساني بالكارثي بعد أن وصل الحال بالمواطنين هناك إلى حد المجاعة ناهيك عن الأمراض وسوء التغذية التي أصابت عدداً كبيراً من الأطفال والنساء في هذه المديرية ننزل الوقت نجيب حلص ونخمده وننتعشها فطور منه وغدا منه وعشا منه أسرع وقت علينا لن نموت يجوع بعض الوقات نجلس من سبوع نجلس من 15 ما يدخل الدقيق في بيتنا مدينة الحديدة التي تحد محافظة حجة من الناحية الجنوبية والتي تشهد مواجهات بين الحين والآخر بين قوات الرئيس سادي وقوات صنعاء هي الأخرى ترزح تحت ألوان شتا من المعاناة أخطرها الأمراض التي تفتك يومياً بالعشرات من مواطنية المحافظة في غياب شب كامل للأدوية والخدمات الصحية وحضور باهة للمنظمات الإنسانية تعددت تلك الأمراض ما بين الملاريا والدفترية وسوء التغذية وأمراض السكر والفشل الكلوي والسرطان قلوا لك يعني صحاب الغسيل ما يقدرش يعملوا لهم أي علاق لأن الكلة حقهم تعبان عشان كذا لأن مع الأوضاع وستمرت كذا يعني في دي الحالة حتى أبي يعني بعد ما شافني وأنا على دي الحالة قال معد أنفع لي شي قال لي معد أنفعي ولا لأي حاجة يشتير وحب البلاد عشان يتركني هناك عشان أموت يقول ناشطون في المجال الإنساني أن مدينة أسلم ومدينة الحديدة بحاجة ماسة إلى إغاثة إنسانية عاجلة وأن دور المنظمات الإنسانية يكاد يكون مغيبا باستثناء الجهود المحدودة لبعض الجمعية الخيرية المحلية وعلى الرغم من النداءات والمناشدات التي تطلقها الحكومة وبعض المنظمات الإنسانية خاصة المحلية منها إلا أن التجاوب لا يزال في حدوده الدنيا بالنظر إلى حجم المأساة الإنسانية التي تشهدها مديرية أسلم بحجة ومحافظة الحديدة ومحافظة أخرى هناك تراكمات كبيرة التي سيؤدي إلى وفيات بمئات الآلاف مستقبلا إذا لم يتدارك المجتمع الدولي والدول الحرة في العالم الوضع في اليمن سيتكلمون فيما بعد على مئات الآلاف من الوفيات وكانت الأمم المتحدة تحذرت من أن ثمانية ملايين يمني فقد سبر عيشهم بسبب الحرب منذ نحو أربعة عوام وأن ما يزيد على 22 مليون يمني هم بحاجة للمساعدات الإنسانية عبد الكريم الشيباني الحرة صنع